مرحبا بكم في قناة معلومة همة استعدوا لأعظم الأحداث في تاريخ البشرية علامات الساعة الكبرى تقترب وكل واحدة منها تحمل في طياتها تحذيرا للبشرية بأن النهاية باتت وشيكة من الدجال إلى نزول عيسى بن مريم ومن ظهور يأجوج ومأجوج إلى طلوع الشمس من مغربها ستتوالى هذه العلامات واحدة تلو الأخرى إنها للحظة التي لن تفلت فيها البشرية من القدر المحتوم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آيات فهل سنكون مستعدين لا تنسى الاشتراك في القناة هيا بنا معا لنبدأ علامات الساعة أو أشراط الساعة في الدين الإسلامي هي مجموعة من الظواهر والأحداث التي يدل وقوعها على قرب يوم القيامة وهي العلامات التي يكون بعدها قيام الساعة سميت الساعة لأنها تفاجئ الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة تنقسم إلى علامات للساعة الكبرى وعلامات للساعة للصغرى وعلامات للساعة الكبرى هي التي يعقبها قريبا قيام الساعة وهي عشر علامات روى الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون قالوا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخن والدجل والدبة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خصوف خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم المسيح الدجال أو مسيح الضلالة يفتن الناس بما يعطاه من الآيات كإنزال المطار ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت ويأمر الأرض أن تخرج كنوزها فتخرج كنوزها وإحياء الموت وعنده جنة ونار جنته نار وناره جنة وغيرهما من الخوارق التي أعطاه ولله لفتنة للناس ليستخلص الخديث من للطيب وسمي الدجال مسيحا لأن إحدى عينيه ممسوحة لما جاء في الحديث النبوي أن الدجال ممسوح العين وسمي الدجال دجال نم لأنه يغطي الحق بالباطل أو لأنه يغطي على الناس كفره بكذبه وتمويهه وتلبيسه عليهم الدجال رجل من بني آدم له صفات كثيرة جاءت بها الأحاديث لتعريف الناس به وتحذيرهم من شره حتى إذا خرج عرفه المؤمنون فلا يفتنون به بل يكونون على علم بصفاته فلا يغطر به إلا الجاهل الذي سبقت عليه الشقوة نسأل الله العافية ومن هذه الصفات أنه رجل شب أحمر قصير أفحج جعد الرأس أجل الجبهة عريض نحر ممسوح العين اليمنى وهذه العين ليست بناتئة ولا جحراء كأنها عنبة طافية وعينه اليسرى عليها ظفرة غليظة ومكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مسلم كاتب وغير كاتب ومن صفاته أنه عقيم لا يولد له وهذه بعض الأحاديث للصحيحة التي جاء فيها ذكر صفاته السابقة ومنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مقموس العين ليست بناتئة ولا حجراء رواه القرطبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور العين اليسرى جفال للشعر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن بين عينيه مكتوب كافر وحرم على الدجال دخول مكة والمدينة حين يخرج في آخر الزمان لورود الأحاديث الصحيحة بذلك وأما سوى ذلك من البلدان فإن الدجال سيدخلها واحدا بعد الآخر أكثر أتباع الدجال من اليهود والعجم والترك وأخلاط من الناس غالبهم الأعراب والنساء وفتنة للدجال عظيمة وذلك بسبب ما يخلق والله معه من الخوارق العظيمة التي تبهر العقول وتحير الألباب للوقاية من الدجال أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى ما يعصمها من فتنة المسيح الدجال فقد ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فلم يدع صلى الله عليه وسلم خيرا إلا دل أمته عليه ولا شرا إلا حذرها منه ومن جملة ما حذر منه فتنة المسيح للدجال لأنها أعظم فتنة تواجهها الأمة إلى قيام الساعة من علامات الساعة الكبرى التي أخبرنا بها القرآن الكريم ظهور دخان عظيم يغمر الأرض بأسرها قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبن يغشى الناس هذا عذاب أليم سورة الدخان ألا يتاني العاشرة والحادية عشرة هذا لا الدخان يحول العالم إلى ما يشبه بيتا مشتعلا يمر هذا لا الدخان على المؤمنين بلطف كأنه زكام خفيف لكنه يدخل في كل منافذ الكفار والمنافقين حتى يخرج من أذانهم ويحيط بهم بالعذاب فعن حذيفة بن أسيد الغفاري أنه قال اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذكرون قلنا نذكر للساعة قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر ألا الدخان ولا الدجال ولا الدبة وطلوع للشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وفلأثى خصوف خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب بأخر ذلك نار تطرد الناس إلى محشرهم يعتبر خروج الدبة من أعظم العلامات التي تسبق يوم القيامة قال الله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دبة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون سورة النمل ألاية اثنين وثمانون تخرج هذه الدبة في زمن فساد الناس عندما يتركون أوامر الله ويتبدل دينهم الحق فبسبب تمادهم في العصيان والطغيان وإعراضهم عن آيات الله تعالى تأتي هذه الدبة لتكون علامة واضحة على صق الوعيد الإلهي هذه الدبة التي تعقل وتمطق تتحدث مع الناس لتذكرهم بآيات الله وتبين لهم عواقب كفرهم وروا مسلم والترمذي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودبة الأرض مع اقتراب نهاية الزمان تلوخ في الأفق آيات كبرى تنذر البشرية بما هو قادم خصفات عظيمة تحدث في أرجاء العالم خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب تعتبر هذه الثلاثة خصفات علامة من علامات الساعة الكبرى التي أخبرنا بها للنبي صلى الله عليه وسلم عن حذيفة بن أسيب الغفاري أنه قال اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذكر فقال ما تذكرون؟ قلنا نذكر الساعة قال إنها لم تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدبة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خصوف خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب وآفر ذلك نار تطرد للناس إلى محشرهم هذه الخصفات ليست مجرد ظواهر طبيعية بل هي عقوبات ربانية تنزل على الأرض بسبب انتشار المعاصي وذنود فمع شيوع القناة والمعازف وارتكاب المعاصي ستبدأ الأرض في الانشقاق ويخسف الله بأماكن محددة في الشرق والغرب وأجزاء من جزيرة العرب إنها نذير للعودة إلى لله قبل أن يفوت الأوان فهل سيستجيب على الناس؟ أم أن هذه الآيات ستكون تمهيدا لما؟ هو أعظم؟ نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان حقيقة لا تقبل الشك مؤكدة في القرآن والسنة الصحيحة المتواترة إنه حدث عظيم وعلامة من علامات الساعة الكبرى التي ستغير مجرى التاريف حين ينزل سيكون حاكما عادلا يكسر الصليد ويقتل الخنزير ويضع حدا للحروب إنه وعد إلهي لا بد أن يتحقق فهل نحن مستعدون لاستقبال هذا الحدث الجليل؟ الأدلة من القرآن الكريم على نزول عيسى عليه السلام قال الله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أاليهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدل أبلهم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملأئكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تنترن بها واتبعون هذا سراط مستقيم ولا يصد أنكم الشيطان إنه لكم عدو مبيا ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو رب وربكم فاعبدوه هذا سراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم سورة ألا الزخرف من الآية 57 إلى الآية 61 تدل هذه الآيات على أن عيسى عليه السلام وتؤكد قوله تعالى وأنه لعلم للساعة وأن نزوله قبل يوم القيامة هو علامة على قربها وقال الله تعالى وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع على الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه ولله إليه وكان لله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا سورة النساء من الآية 157 إلى الآية 159 تدل هذه الآيات على أن اليهود لم يقتلوا عيسى ولم يصلبوه بل رفعه الله إلى السماء وأن من أهل الكتاب من سيؤمن به في آخر الزمان قبل موته كما جاءت بذلك الأحاديث المتواترة ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصاليد ويقتل الخنزير ويضع الجزية كما ثبت في الصحيح أنه ينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق ويقتل للدجال قال رسول لله صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده لا يشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصاليد ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيد المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم وقال رسول لله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة يقاتلون على الحق ظاهري إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى ابن مريم فيقول له أميرهم تعالى صل بنا فيقول أئن بعضكم على بعض أمير ليكرم الله هذه الأمة وقد جاءت الأحاديث في نزول عيسى عليه السلام في الصحاح والسنن والمساند وغيرها من دووين السنة وهي تدل دلالة صريحة على نزوله ولا حجة لمن ردها يعد خروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان من علامات الساعة الكبرى التي أخبرنا بها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة فقد جاء ذكرهم في سورة الكهف حيث قام ذو القرنين ببناء سد منيع بينهم وبين الناس لحمايتهم من فسادهم وإفسادهم في الأرض إلا أن هذا لسد لن يبقى إلى الأبد إذ سيأتي وقت ينهدم فيه ويخرج يأجوج ومأجوج من كل حدب وصوب كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه وسيعيثون في الأرض فسادا بشكل لا مثيل له ويعتبر خروجهم من الأحداث الكبرى التي تسبق قيام الساعة حيث تمثل بداية النهاية والتحولات العظمى التي ستشهدها البشرية يظهر في القرآن الكريم أن الله عز وجل سخر ذا القرنين لبناء السد العظيم الذي يفصل بين البشر وقوم يأجوج ومأجوج المفسدين في الأرض وقد جاءت الإشارة إلى هذه الحادثة في قوله تعالى قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال أنفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرج عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في للصور فجمعناهم جمعا سورة الكهف الآيتان أربعة وتسعون وتسع وتسعون في هذه الآيات يوضح له تعالى كيف قام ذو القرنين ببناء السد بفضل الله وكيف أنه بمجيء الوقت المعلوم سيهدم هذا السد وتطلق يأجوج ومأجوج كما جاء في قوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين سورة الأنبياء الآيتان ستا وتسعون وسبعة وتسعين هذه الآيات تدل بوضوح على أن خروج يأجوج ومأجوج سيكون علامة من علامات اقتراب الساعة عند فتح السد سيندفعون بأعداد هائلة وسرعة كبيرة وسيعم الفساد في الأرض ولن يقف أمامهم أحد من البشر وهذه الأحداث تمثل إشارة إلى اقتراب النفخ في الصور وقيام الساعة تشير الأحاديث الصحيحة إلى قرب ظهور يأجوج ومأجوج كأحد علامات اقتراب الساعة ومن بين هذه الأحاديث عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما وهو في حالة فزع وقال لا إله إلا لله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وأشار بأصب عيه الإدهام والتي تليها فقالت زينب بنت جحش يا رسول الله أنهلك وفين الصالحون فقال صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث هذا الحديث يؤكد أن فتح سد يأجوج ومأجوج يعتبر علامة على اقتراب الساعة وأنه حتى في وجود الصالحين بين الناس إذا كثر الفساد والخبث فإن الهلاك قد يصيب الجميع جاءت الأحاديث الصحيحة الدلة على ظهور المهدي المنتظر وهذه الأحاديث منها ما جاء فيه النص على المهدي ومنها ما جاء فيه ذكر صفته فقط ومن هذه الأحاديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر أمة المهدي يسقيه لله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطى المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة يعيش سبعا أو ثمانيا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس وزلازل فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض يقسم المال صحاحا فقال له رجل ما صحاحا قال بلا السوية بين الناس وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي منا أهل البيت يصلحه الله عز وجل في ليلة أن يتوب عليه ويوفقه ويلهمه ويرشده بعد إن لم يكن كذلك طلوع الشمس من مغربها هو من أعظم علامات الساعة الكبرى التي أخبر بها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويعد هذا الحدث علامة على إغلاق باب التوبة قال الله تعالى في كتابه الكريم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون سورة الأنعام الآية 158 وقد بيّنت الأحاديث الصحيحة أن المقصود في هذه الآية هو طلوع الشمس من مغربها وهو ما اتفق عليه جمهور المفسرين حيث قال الإمام التبري بعد استعراضه لأقوال المفسرين وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك حين تطلع الشمس من مغربها ومن الأحاديث النبوية الصحيحة التي تؤكد وقوع هذا الحدث العظيم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت رآها الناس آمنوا أجمعون فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا النار التي تحشر الناس هي إحدى العلامات الكبرى لقيام الساعة وقد وردت في الأحاديث النبوية بشكل واضح تعد هذه النار أخر الآيات التي تؤذن بقرب القيامة حيث تخرج من قعر عدن باليمن كما ورد في حديث حذيفة بن أسيدنا لغفاري رضي الله عنه عن أل النبي صلى الله عليه وسلم وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم وتوضح الروايات أن هذه النار ستبدأ من اليمن ولكنها ستمتشر في جميع أنحاء الأرض حتى تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وعلى الرغم من أن خروجها يكون من قعر عدن إلا أن هذا لا يتعارض مع حشرها للناس من المشرق إلى المغرب حيث ستنتشر في جميع أرجاء الأرض لتقود للناس إلى محشرهم هذه أبرز علامات الساعة الكبرى التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تقترب شيئا فشيئا مع مرور الزمن من ظهور الدخان والخصفات الثلاثة في المشرق والمغرب وجزيرة العرب إلى فتنة المسيح الدجال وخروج يأجوج ومأجوج ثم خروج للدبة وظهور المهد المنتظر يلي ذلك نزول عيسى عليه للسلام وطلوع الشمس من مغربها وختاما بخروج النار التي ستحشر الناس إلى محشرهم إنها أحداث عظيمة تحذرنا من اقتراب يوم القيامة وتدعونا للتوبة والاستعداد لهذا اليوم الذي لا ريب فيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر